اشتركوا في القناة وفاقولة جداً مهمة التشجيع أو المديح أو الإطراع على شيء موجود فعلاً في الإنسان الرجال تموت من أجله والنساء تعيش به والأطفال تبحث عنه يعني شايفين هاي الفرسان اليوم وكذا ورح نحرر كذا حتى يقول واو هذا الفارس العظيم الرائع اللي كذا حتى يحصل التشجيع ممكن أنه يموت من أجل يحصل على المديح وأنه يكون الفارس والمرأة المرأة تعيش به يعني الكلمة الجميلة أنت حلوة أنت لطيفة أنت رائعة أنت مميزة تعيش على كلام التشجيع والإطراع والأطفال دائماً يحاولون يبرزون ويسوون شيء حتى أنت شاطر أنت محبوب أنت عفي عليك حبيبي سويته بابا بعش رسمت رسمتك هو حاطلي نخلة ويت شجرتين بس وبابا رسمتك طالع تخبر أو جاي راسمني مثلاً فتح حيوان معين ويعتقها فلازم أشجع حبيبي تخبل التشجيع حاجة إنسانية كالغذاء والماء والهواء مع الأسف من تنقطع التشجيع علينا يعني تضعف الحياة وصعب يصير أنه ننجح في حياتنا التشجيع شيء كلش مهم يجب أن الإنسان يشجعنا هسا رح نساوي فيدي اختبار بسيط أنت تقولين ما يشجعوني صح؟ التشجيع يولد في داخل الإنسان هرمونات سعادة وناقلات سعادة وأمور كثيرة تخليه تنطي طاقة أنه ينطلق مارك توين الكاتب الشهير قال قال أستطيع العيش شهرين كاملين على عبارة تشجيع واحدة مرات واحد يشجعني يقولنا عفيا عليك شاطر شون سويته شيء ينطيني باور أنه أتقدم خلونا نساوي تجربة اليوم ونساعد حوراء في حياته طبلي أوقفي طاعت الجميل هنا طبلي أوكي طاعت طبلي قدام الكاميرا باعي على الكاميرا شباب طابلوا حوراء هسا أخذكم وبنتكم نريد نشجع حوراء نريد نشوف اشي نريد نرفع مستوها هربونات الطاقة والنشاط والأوة اللي عندها فأريد بصوت واحد كلتنا حوراء حوراء ياس ياس حوراء 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 ماذا شجعوها بصيرون محبطين أريد نهزل استوديو يعني بحافي شنو شعار هيك يصر لي فوق كلها حوراء أريد فطاقة إيجابية بحاف تمشي تكهرب بعد ززز اتفقنا يعني حوراء بصوت عالي اتفقنا يلا واحد اتنين ثلاثة حوراء 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 والجمهور أيضا رح يشجعها احنا نريد نصفق لها وهي تسير في منتصف الريد كاربيت تخيل لي نفسي ايشي هسا هذا الشعور انتي هسا أميرة من أميرات ديزني انتي حاليا دتفوزين في جائزة نوبل للمعرف منه فستي بجائزة الأوسكار عن أطول لسان عن أجمل أداء اتتي مثلا هسا فستي في مسابقها تخيل لي كل شخص يحب جماما بابا أي أحد في الحياة أخ واكفين أو أساتذة أو معلمين أو جيران أو أقارض موجودين وهنا فريق تشريفات دي حي حوراء دي يرحب بحوراء الكل رح يصفقها لك بس عيش التجربة عيش الإحساس عيش اللحظة عيش اللحظة إلى أنت وصلين للنهاية وسيري ببطء أريد الكتف إلى الخلف الرأس إلى الأعلى نأخذ هوا ونرتفع وتسيرين بكل الكرامة والكبرية والعظمة اللي موجودة أنا رح أنسحب من الحياة تمام وأنتي إليش رح تكون المنصة بس رح أقول واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة تعالي 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 الهدف بعض أكيد ما رح هذا افتراض خيالي طبعا شكرا جزيلا أبقوا مكانكم هذا ما رح يصير في الواقع إلا للنجوم والنجمات كلتنا نريد مثل هيش نوع تشجيع حتى ننجح في الحياة لكن طبعوا مكانكم شكرا تستريحوا وأنتم لا صفكم لكن هذا النوع من التشجيع لن نحصل عليه إلا في الأفلام وإلا نجوم هوليويد صفدي الإنسان رقزوا ياي الانسان تعالي تعالي الانسان امشوا ياي الإنسان يسير في الحياة نادرا ما يجد أحد يشجع لأن احنا كل واحد بي جراح وبآلام خاصة هو يدوب ملتهي بنفسه وبآلامه وبجراحه من الصعوبة أنه قادر أن يشجع الآخرين هنيئا للي يشوف أحد صديقي يحبه ويشجعه ويدعمه لذلك علينا أن نسير في الحياة احنا نشجع أنفسنا أحبطوني فجلوني اه دمروني قالوا لي كذا الكل راح تسمع هاي الأصوات من تسحى صباحان إلى الإيل أصلاً أول ما راح يشوفوه هاي شنو ضعفانة جوعيونيش أسود طلعت لش حباية بشرتش تعبانة بسكر خير شطاير اليوم الكل راح يحاول ومو لأن الناس سيئة بس لأن الناس مجروحة ومحبطة لكن هذا السير هالسلسل هذا الموكب الملكي هذا موجود فعلاً الله من خلقه كل واحد بكم ثقه وصدقه كل واحد مميز بطريقة خاصة كل واحد عند الله كل واحد بكم إلى ميزة ومتفرد بطريقة صار لسبعة آلاف سنة يفكر كيف يخلقك وكيف يخلقك لهذه الحياة هو يحتفي بيك هو يشجعك دائماً هو ميز حوراء وميز كل واحد بكم حالياً بأموره بمواهب بميزاته بطاقاته بأمور جميلة عليك أنه تستثمرها هو في سماء يشجعك عليك أن تشجع أنت نفسك من أنت واقف تعيح حوراء من أنت واقف غمضي عيني شوفك روياي بهذا الكلام من أنت واقف في الحياة في هذا المكان أنا مجاي اليوم لهذا الاستوديو اعتباطاً أنا مفاتح هذه القناة حتى أشوف بهاي اللحظة اعتباطاً أكون توقيت وترتيب إلهي حتى أسمع بهذا الكلام أنه أنا إنسان مهم أنا إنسان إلي دور أنا إنسان إلي غاية وإلي هدف الله ميزني بأمور معينة علي أن أستثمرها هو يشجعني حوراء حوراء سيف سيف علي علي هادي هادي كل واحد يحط اسمه هو يشجعك أن تسير في الحياة لا تنتظر التشجيع من الآخرين إن وجد ألف ألف تحية إن لم يوجد أنصحك أنه ما تنتظره شجع نفسك وكمل الحياة شكراً حوراء شكراً للمشاهedy شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة